السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعيدة يا رب النهاردة ان شاء الله الوصفة بتاعتنا سهلة وبسيطة واقتصادية هنعمل النهاردة مع بعض الهامبورجا الاقتصادي بص الكمية بسم الله من ربع كيو لحمة فرومة عملنا كمية قد ايه وطعمه حلوة اوي ان شاء الله هتجربوه وهيعجبكم وسهل وبسيط وحاجة نضيفة عاملة في البيت ان شاء الله ترى تعجبك وهقولك على السر المكون اللي بيعمل معاك الكمية الكبيرة ديت من غير بقى فلسوية ولا اي حاجة هنعملوه النهاردة الطريقة سهلة جدا وبسيطة يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف مكوناتنا عبارة عن ايه معنا اول حاجة ربع كيو اللحمة فرومة بالنسبة اللحمة فرومة انا بجيبها كده جهزة كده بنعند الجزار بالدهن بتاعها تمام كده بعد كده بنحط عليها البهارات اللي هي عبارة عن معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة كبيرة بابريكة هنا بقى هنحط بقى كوباية بصمات انا هحط كوباية كبيرة كده انت طبعا لو مستقترك من متل بصمات ممكن تخلىها نصها بس بس بصراحة يعني مش بتفرق يعني بس انت لو حبك كده تمام هنا بقى الخلطة بتاعتنا اللي بتخلي الهامبورجر زي بتاع الشارع بالزبط مايفراش عنه اي حاجة والله يا جماعة طعمه بتخلي طعمه جميل ورحته بتجايب اخر الشارع الخلطة الهامبورجر دي جميلة جدا جدا ومش غالية بخمسة جنيه كيس تمام انا طبعا هحط نصه مش هحط الكيس كله انا عامل ربع كيلو لحمة فرومة فهو الكيس بتحطي عب نص كيلو لحمة فرومة فانحطت ربع كيلو فحطيت منه معلقتين بس كده وهبدأ اعجنها بقى وبقى الكمية هقفلها كويس وحطها في التلاجة عادي خالص يعني حطها في مرة تانية هعجنها بقى كويس جدا كده اللحمة لازم تتعجن كويس جدا بعد كده بقى حط عليها بيضة وشوية ملح صغيرين ان خلطة الهامبورجر اصلا بقى فيها ملح وبهرات فيها كل حاجة فما تقطريش الملح يعني بعد كده لما تحطي فانحطيت بيضة وعليها رشة ملح واضربها كويس جدا طب البيضة دي تعمل ايه هتخلي الهامبورجر معاكي مش مكتوم تمام حابة تحطي كمان شوية بيكين بودر يعني ايه ربع معلقة صغيرة ربع معلقة صغيرة ما تقطريش اكتر من كده من بيكين بودر وهروح جاية بقى عجنها كويس جدا بس انا محطيتش بيكين بودر انا حطيت البيضة بس تمام عجنها بقى كويس جدا كده زم انت شايفة كده تمام اهو كده عجنتها لو انت بقى حابة بقى تشكليها تلوقتي كده بعد مع عجنتيها على طول عادي خالص تشكليها مفيش مشكلة هتتشكل معيك وهتشتغلي بيها عادي خالص انا بقى عن نفسي بقى حطها في التلاجة شوية كده يعني يجي نص ساعة كده وبعد نص ساعة نطلحها ونبدأ نشكلها مع بعض بس بص برده انا هوريكي هل هي ممكن تتشكل معيك اجمد حطها في التلاجة اهي شايفة العجنة طريقة معنا هوا ويه جميلة جدا تتفرد معيك بكل سهولة يعني ممكن تشتغلي بيها على طول كده تمام كده تمام هغطيها بقى بكيس بقى نيله كده ولا كيس تلاجة وهي اروح جاي حطها في التلاجة لمدة نص ساعة وبعد نص ساعة ان شاء الله نطلحها ونبدأ بقى ايه نشكلها بقى ونشوفها نعمل ايه مع بعض تمام كده تمام اه بعد النص ساعة ان شاء الله نرجع بقى ونشوف الخطوة التانية هنعمل ايه هنا طبعا رجعنا بعد النص ساعة طبعا كنت مغطيها بكيس زي ما قلتلك حطها في التلاجة وطلعتها بعد بقى ايه ما خلاص بقى انا عايزة حمارها بقت الوقت طلعتها هشير الكيس من عليها وهنبدأ بقى نشكلها بكل سهولة من غير بقى مكبس الهامبورجر والكلام ده كله للمكلف ده لأ خالص يعني بأي غطى برطمان عندك هتشكل بيه بكل سهولة واجيب كيس تلاجة وتروح جايحة حطها وحطة فوقي العجينة وتروح جايحة مغطيها وتفرديها بكل سهولة وطبعا انا كنت دهنة قدية زيت عشان خاطر ايه العجينة ما تمسكش في قدية اسناء وانا شغالها كده والموضوع يبقى معي سهل وبسيط اهو قطيها وتفرديها والكيس بيسهل عليه كده حجيحة عطول شدها كده من قبل من قلب الغطى والموضوع سهل انا طبعا نقيت الغطى الصغنان ده حبيته يعني الحجم بتاع كيس غير كده انت عايزة بقى واحدة كبيرة عايدي خالص يعني اي غطى موجودة عندك اشتغل دي طب انت لو عايزة تفرزها في التلاجة اهو هتروح جايحة حطها في الكيس وقفل عليها حطها في الفريزل و هتقعد معاك في الفريزل وقت بيكون عايزة تطلعيها هتطلعها وتشتغل بها على طول ما فيقاش اي مشكلة يعني تمام ادي كميل انا عملتها معاكم بصوا ما شاء الله عملنا مع بعض 8 وحدات اهو زي ما انتو شايفينهم كده تمانية نبدأ بقى نخش كده على البتجاز ونبدأ بقى اي نشتغل على طول ونحمر حطيت طبعا شوية زي صغيرين جدا وحطوا مع النار وزيطهم بقى يسخنوا معنا واهو ما يبدأ يسخن كده هجي على طول ننزب الهامبورجر ولا بيكش ولا بيحصل لها اي حاجة خالص تمام ولا مكتومة ولا اي حاجة هنشوف كل ده مع بعض اهو حطها كده طبعا شوية ورقة الزبدة ورقة الزبدة او مش لازم منه اصلا انت لو هتشتغل في نفس الوقت يعني انت حماق خلصتها وهتسويها مش لازم ورقة الزبدة فرديها كده صنية كده انا باعش الخاطر بقى اي يعني بوريك انا ونت عايزة تشلاف التلاجة في الفريزل فورقة الزبدة لازم منه او مثلا في الكيس كده اهو كده خلاص خلصتها هجيب بقى ايهامبورجر القيزر وراح جاي فتحا من النص كده وحط بقى ايه الهامبورجر فيه وعيش حياتك بقى براحتك بقى في الخطوة دي يعني حط اللي انت عايزة تحطيه كبوتشة بقى وطماطم ويكاتشة ومايونيس بص بقى بداعي بداعي براحتك اللي انت عايزة تحطيه حطيه الفة هنا وشفاء عليكم يا رب يعني براحتك خالص بص بقى الهامبورجر ولا كشو اي حاجة وقدي حجم القيزر اهو وطعمه لذيذ جدا جدا حطي بقى اتنين تحطي تلاتة في قلب الكايزر تحفه يا رب اللي وص بتاعتي الكون عجبتكم النهاردة سهلة وبسيطة وزي ما قلت لك لو انت حابة تقلل كمية البصومات يعني برضه يبقى احلى برضه مش حاجة وحشة لو قللت موضوع البصومات بس يا عادي شغالة يعني وطعمه كان حلو والخلطة الهامبورجر اللي احنا حطناها مديها طعم جميل جدا وفيش اي مشكلة يعني بس سلام عليكم وحمد الله وبركاته وما تنسونوش بابي اللايك شكرا شكرا شكرا